share screen بطريق اوكي فكرنا عم نقول له قبل شوي هل هناك سؤال لحديث هون؟ ماشي الحال جميعا؟ ولا بلكن لي لأنه بدي اشتغل فيها بعض لحشيل هون لحشيل هون مجا نعمل هون هيدا الأسود نزبطه هذا الأحمر أنا بسألكم سؤال صغير طبعا هون ما راح ننسى أنه في عندي تواصن على 3750 وهون هيدا راح نشيلها طبعا هون ما عش بدنا إياهوا أوكي وهدي هون مع التطبيق طيب سؤال اللي هو التالي ورجاء هون بدي حدا أن يساعدني بالموضوع أنا كنت عم بفرض إذا بتتذكروا هون 300 وهون 50 بدي هلأ اشتغل عليه هادي على طول هون ركزوا لي عليها أنه الدخل يساوي الانتاج على طول هون الدخل يساوي الانتاج نحنا فرضنا أنه سعر الفائدة الار بساوي 0.1 أو 10 بالمية أنا بدي أفرض هلأ أنه سعر الفائدة نزل نزل كان 0.1 صار 0.05 يعني صار 5 بالمية الار هلأ بساوي 5 بالمية يعني 0.05 بدي أعرف هيدا شو راح يأثر لي على الشغل تعولي هون حدا بيقدر يساعدني شو بدي أعمل بدو يتغير الاستثمار والصاف الخارج شو بيصير لن الاستثمار؟ بدو يزيد الاستثمار أو بدو ينقصر بيزيد الاستثمار الاستثمار بدو يزيد بدو يزيد بدو يزيد هون يعني رح يصير في عندي الاستثمار رح نحطه هون 310 نائس مية ضرب 0.05 يعني رح تصير خمسة 310 نائس خمسة رح تصير ثلاثمية وخمسة زائدة الصادرات الصافية كانت 550 نائس خمسين رح تصير هون 550 نائس خمسين ضرب 0.05 رح تصير عندي 2.5 يعني رح يصير في عندي هون 52.5 حسنا؟ دعني أقول تقريبا 52 حسنا؟ معناتها هون الاستثمار زاد والصادرات الصافية زادت كانت هون 350 صارت هلا هون 52 دعني أضعها 52.5 لنكون دقيقين حسنا؟ هون 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 المعادلة تبعية الـ إجراج إيدي ستتغير؟ الـ إجراج إيدي رح تتغير إجراج إيدي رح تتغير فينا نعرف تقريبا كيف رح تتغير يا سارة؟ نرجع نطبق من القاعدة من الأول جديد ونكتب الرئامة تطلعه معنا جديد ممتاز فإذا تتذكروا هون نحن قلنا 360 زائد 0.8Y-T هذا C وهذه هون I الذي هو الاستثمار كان 300 صار 305 صار 305 هذي 200 الجي بعدها مثل ما هي وهاي صار 52.5 52.5 فإذا هون تغير هون تغير كلهم هون هيدا رح تظلها مثل ما هي ها اوكي رح يطلع عندي هون اللي رح يصير رح يصير عندي هون المعادلة الجديدة ال-Y-A-D بتساوي 757.5 زائد 0.8Y-T عفوا 757.5 زائد 0.8Y يعني هون كانت عندي 750 زائد 0.8Y هلأ صارت 757.5 زائد 0.8Y كيف رح يكون شكله هلأ عن جديد هون اذا بدي ارجع نعم بدنا نحدد عدد دخل لنشوف كيفر يصير شكل بدنا نحط عدد دخل بس ولكن خليني اعطيكم هنت صغيرة شغلة صغيرة يعني هاك ترك صغير اذا ال-Y بتساوي 0 هادي لح تكون 757.5 فإذا اذا ال-Y بتساوي 0 يعني هون لح يكون في عندي 757.5 سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين ومص مش هاك؟ اه الميل هون 0.8 وهون 0.8 ذات الميل صحيح؟ البونت أو سلوو صحيح تانجنت تعاله هي ذاته فإذا لح تكون هاي لح يطلع هو ذاته وبرالل عليه تحسميها هادي Y-A-D تتساوي 757.5 زائد 0.8 وي اوكي وين صار التوازن هلا؟ صار التوازن اعلى صبنا هون عند هذا التوازن اللي هون اوكي فيه طلعوا لهذا التوازن الجواب نعم فيه طلعوا لهذا التوازن كمان لح حله بالطريقة اللي حليتها بالأول اوكي فإذا هون لحط ال Y-A-D بتساوي Y لح يطلع عندي انه ال Y بتساوي 750.5 زائد 0.8 Y بجيب هاي لهون لح يطلع عندي 0.2 Y بتساوي 750.5 سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين فاصل خمسة يطلع عندي ال Y بتساوي 1 على 0.2 ضرب سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين فاصل خمسة يعني هذا بتساوي سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين فاصل خمسة ضرب خمسة بتساوي 3787 ومس يعني لحيطل عندي أنه الدخل الجديد هون توازن جديد على 3787.5 هذا التوازن إذن هون كان في عندي توازن الأول 3750 هلأ 3787 ماشي الحال؟ آه دكتور أنا بس ألكن سؤال صغير شو اللي خلى التوازن يتغير؟ شو اللي صار عندي لحتى تغير التوازن؟ تغير بسعر الفائدة تغير بسعر الفائدة سعر الفائدة نزل ولا طلع؟ طلع لين طلع؟ نزل آه لا نزل نزل خمسة نزل كان عشر بالمية صار خمسة بالمية آه نزل أوكي طيب لايكم يعني هناك علاقة عكسية بيناتهم؟ طبيعي طبيعي لايكو صافي عمل هلأ هلأحشيل هون هلأحشيل هاي محيهم هون هعمالكم رسمي حلوة هحط هون سعر الفائدة هون الار خمسة بالمية وهون عشرة بالمية لما كان سعر الفائدة خمسة بالمية كان التوازن على هي 3787 3787 لما كان سعر الفائدة عشرة بالمية كان التوازن على 3750 أقل 3787 ثلاثة وسبعمية وخمسين فالتالي عندي هول مقطتين ورسم في الرسم أوكي بيجي باخد هاي النقطة اللي هون شو معنات هاي النقطة اللي هون عم بتقلي لما كان سعر الفائدة عشرة بالمية قديش كان التوازن عندي هون كان 3750 3750 وهاي الرسمي كمان هي ذات عم بتقلي لما كان سعر الفائدة خمسة بالمية قديش كان التوازن هون بسوق السلع والخدمات 3787 ومص وعم بتقلي كمان لو كان سعر الفائدة أقل قديش كان رح يكون في عندي التوازن وعم بتقلي كمان لو كان سعر الفائدة هون بيناتهم قديش كان رح يكون توازن التوازن هذا المنحنة هذا المنحنة اللي هون لح سميه منحنة IS هذا هو المنحنة IS يلا نحن لازم يلا نحن لازم عم نشتغل على شو بيقلي هذا المنحنة IS بيقلي لكل سعر فائدة قدي بيكون التوازن بسوق السلع والخدمات هون بحسب كينز ماشي الحظ؟ نعم دكتور حسنا 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 هل هاي الرسمة وهاي الرسمة مرتبطين بعضهم كل نقطة من هون هي نقطة التوازن هون كل أعفونا كل نقطة هون هاي النقطة اللي هون تحت العشر فمية هي نقطة التوازن هاي وهاي اللي هون هي هاي نقطة التوازن اللي هون فإذا المنحنة IS عم يفرجيني على مجموعة نقاط التوازن أوكي؟ أوكي طيب أنا بدي سألكم سؤال هلأ شوية أصعب بس أنا ملاحظ أنه ما في إلا كم حداً عم بيشارك الباقيين وينهم؟ زهراء قمر آيا صفا ليال ليلة حمقا جينان جرر رانا فواز هودا اسماعيل حسين جيبر فاطمة مشيمش نور فحص ريهام نعيم سامية شرين روانق بيسي زهراء ياسين فاطومة نور الدين زهراء رمضان آلاء بيضون دينة قشمر زهراء بشر ندى مكة نور نور الدين نتالي الأعرج أمر شيد مهدي سبيب زينة بشريم وملاك ياسين كلهم هؤلاء مشترى صوتهم جانا خميس كيفك يا جانا؟ بل أوكي مهدي سبيب كيفك يا مهدي سبيب؟ عمد الله دكتور ماشي الحال الله معك أنت معنا؟ ايه معك أوكي ماشي الحال يا مهدي ماشي الحال؟ يعني تقريبا ايه في سلك سؤال صغير يا مهدي؟ ايه اكيد فاطمة بس مشان شركك هو بستفيد منك ايه طيح مهدي خدلي هاي النقطة اللي هون على الرسمة تحسميها عن النقطة A أو A انت فرنسي ولا انجليزي يا مهدي؟ اه انجليزي اوكي هاي النقطة يا مهدي سميتها اي؟ انا بدي افرض انه سعر الفائدي 10% وعندي هون نقطة توازن الانتاج عم يكون 3750 اوكي انا بدي افرض انه لما كان سعر الفائدي 10% اوكي الشركات والمؤسسات عم تنتج 4000 يعني هون شو برضو يصير يا مهدي ساعتك؟ هاك بس حكيلي شو بيطلع شو رأيك شو بيصير؟ بس تعدلي اخر شيء اخر فكرة قلتا؟ اوكي عم نقول انه نحن بنعرف انه على العشرة بالمية بيكون عندي توازن على 3750 يعني بيكون الانتاج يلي بيساوي الطلب الكلي بيكون 3750 السؤال هو ماذا لو كان سعر الفائدي 10% والمنتجين عم ينجو 4000 مش 3750 يعني المنتجين عم ينجو هون شو بيصير بالحالة؟ شو بيصير بالحالة؟ ماذا يزيد نقطة التوازن؟ شو بدون يعملوا المنتجين يا عزيزي؟ عزيزي؟ سيزيدوا الانتاج لا يا مهدي بدون يزيدوا الانتاج شروق شروق شو عندك يا شروق؟ دكتور لما يكون هني عم ينتجو 4000 فهو عنا التوازن عنا 3750 فعنا عم ينتجو اكتر ما مطلوب صحيح؟ بدون يعتمدوا انه يخففوا الانتاج بيخففوا الانتاج بهالحالة عم بيزيد عندهم المخزون أوكي فإزان بهالحالة هون لما يكونوا بهالحالة عم ينتجو 4000 بس العالم بدى تشري 3750 فإزان شو بدون يعملوا ساعتها؟ بدون يخففوا الانتاج بدون يجعوا يقربوا لها طيب خليني أخد نقطة تانية بدى حالاً كمان غير شروقي جاوبني أنا بدى أفرض انه الفائدة بتساوي 5% وبعرف انه لما الفائدة تكون تساوي 5% الانتاج والتوازن والكمية المطلوبة بدى تكون تلك 3780 ماذا لو كان سعر الفائدة لها 5% والشركات عم تنتج 3000 حبة بس شو بدو يصير ساعتها؟ ماذا جاوبنا؟ ماذا جاوبنا؟ مين اللي بيرفع ايدو؟ ما عم بسمعه؟ مين بدو يمت سارة أبوت، يا تيا سارة؟ بدون المنتجين يزيدوا انتاجهم ليصلوا للتوازن بدون المنتجين يزيدوا انتاجهم اوكي؟ فإذا اللي كنا اللي عم نستنجوا نحنا هون انه بال is إذا كنت أنا على يمين is رح ارجع اجي على is إذا كنت على شمال is رح ارجع اجي على is بعبارة تانية بكلمة تانية رح محيها خلينا محيها هاي لانه بدنا فهمنا الموضوع تقريبا كله إذا في عندي منحنة is هون لحيكون في عندي سعر الفائدة r وهون لحيكون في عندي الانتاج اوكي؟ إذا كنت على يمين قوى السوق بده تاخدني على is ما في يضلني براته لل is لانه بكون إذا كنت هون سعر الفائدة عم بيكون هون وهذا التوازن هون معناته يعني العالم بده تشري الأد بس ولكن أنا عم بنتج أكتر بالتالي بيزيد المخزون ولازم يخفف الانتاج والعكس صحيح في حال كنت عم بنتج هون العالم بده تشتري كثير بس أنا عم بنتج كمية قليلة ساعتا شو بدون يعملوا المنتجين بدون يزيدوا الانتاج وبالتالي يقتفع الدخل طيب ممتاز هلا هيدا مبدئيا المنحنات على is هلا بدي روح أاخد الحالة الجنرال فهمنا نحن هلا شو ال is وكيف عم نطلعوا لل is وشو المفهوم تعولوا لل is هلا بدي روح أاخد حالة عامة برجعلكم لل اللي كنا عم نشتغل عليه هون بالصف بال اوكي يلي هو هون اوكي لا مش هدا لا خلنا روح أاخد الحالة يلي كانت عمنا بالأول اوكي يلي هي هاي اللي هون هذا الحالة عمل حالة العامة يلي انتو المفروض تشتغلوا عليها يعني نحن شغلنا هداك اللي كل شي حليته من أول المحاضرة اليوم لهلا هداك المفروض يكون أشياء انتو بتعرفوها على كل حال أنا هلا بدي أخد الحالة العامة هون يلي هي إلنا هون ال i ال net export تساوي 55 ناقص 50 R بيقلي طلع لي نموذج طلع لي منحنة ال i s منحنة ال i s مثل هونيكي مثل ما لطلع ال i s بدي أشتغل على ال y a d الساوي c plus i plus g plus net export بس ولكن الفرق انه هون لح دخل ال R بسعر الفائدة بالتالي y a d بح يطلع عندي بساوي c يلي هي هون 360 زائد 0.8 y ناقص تاكس زائد ال i يلي هي 310 ناقص 100 R c plus i plus g يلي هي بساوي 200 زائد نت export يلي هي زائد 55 ناقص 50 R وطبعا هون الطريبة بتساوي عندي 200 وبحله لاحظوا انه هون عندي ال y a d بتساوي صرف عندي متغيرين ال y a d وال R وبما انه احنا عم نحكي نقاط تواصن لان منحنة is هو مجموعة نقاط تواصن نقاط تواصن يعني ال y بتساوي y a d اوك سيطلع عندي هون انه ال y بتساوي y بتساوي 360 زائد 0.8 y ناقص 0.8 هون ضرب 200 ناقص 160 زائد 310 ناقص 100 R زائد 200 زائد 55 255 ناقص 50 R ناقص 50 ناقص 50 ناقص 50 ناقص هون ناقص ناقص صار في عندي هون y بتساوي 765 ناقص عزان هون 200 510 أرجع بس تأكد 200 زائد 310 زائد 255 ناقص 765 صحيح زائد 0.8 y y وعندي هون ناقص 100 R ناقص 50 R بجيب y اللي عندي لهون فإذا y بتعدي 0.2 y بتساوي 765 ناقص 150 R وبعزل y y y بتساوي 765 0.2 ناقص 150 على 0.2 R بالتالي هون y بتساوي 765 أصمة 0.2 بيعطيني 3825 ناقص 750 R هذه معادلة IS IS في أرسمة أي طبعا في أرسمة لهون هاي معادلة IS صار فيه اشيرة من هون راح أرسمها كليتها راح أخلي عندي هون YAD ساوي C plus I plus G plus net export وهون المعادلة Y تساوي 3825 25 ناقص 750 R طبع هلأ سؤال صغير بس أخذ بدي أخذ كم نقطة إذا R بتساوي 0% 10% معناتها Y بتساوي 3825 25 إذا R بتساوي 10% يعني 0.1 بحيكون في عندي هون Y بتساوي 3750 إذا بتذكروا بالحالة الأولى طلعت عنا لما R كانت 10% التوازن على 3750 وإذا R بتساوي 20% يعني 0.2 رح يطلع عندي هون 3825 ناقص يعطين 3675 ثبتة هون عندي هون الر سفر وقلنا هون 10% وقلنا هون وقلنا هون 20% 20% طبعا هون في عندي R طلع عندي هون 3825 3750 و3675 أيضا لما كانت لما كانت 20% كان عندي 3675 على العشر بالمية 3750 على السفر بالمية 3825 فإذا هذا منرشى عنا هون طبعا عندي هذا المنحنة منحنة IS هذا هو المنحنة IS اللي لازم نفهم منيح في سؤال لحديتهم جماعة دكتور نعم هون لما كنا عم نحل اعتبرنا الإجراج آداب بتساوي الإجراج ده مش هيك الإجراج لا أوكي نحل سألت الإجراج أي دي مش هي زيتا الإجراج دي أبدا الإجراج دي أو الواي دي نحطه هون الواي دي هي الواي ناقص تاكس هيدا شي تاني ما قلوا علاقة disposable income revenue بس أنا اللي عملته هون أوكي اللي عملته هون مش هنجوبك هكفي لك سؤالك C plus I لما حطيت الواي أي دي قلت أنه بتساوي السية اللي هي 360 زائل 0.8 الواي ناقص الميتان مش هيك يا شرو بلس 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 بس قلت أنا لأنه عم نحكي عن نقاط التوازن فرطت أنه الواي أي دي بساوي الواي مش الواي دي الواي أي شي بتساوي الواي في حدا عنده سؤال بدي ركز على نقطتين بس بعد أول شغلة هو يلي هي حكيناها قبل شوي إذا كنا على يمين منحنا IS في شي بد يجيبنا لهون القوة بد يجيبنا لهون إذا صلنا إذا كنا على يسار IS في شي بد يجيبنا على IS بقوة السوق لا لأنه المخزون بدي يتغير دكتور إيه علي إذا ال R بقيت متل ما هي عشرين بالمئة وتغير الإنتاج بدي أرجع عني على التوازن صحيح بس إذا ال R تغيرت بدي أخلق بدي أعمل نقطة التوازن جديدة صحيح إذا ال R عشرين بالمئة وتغير الدخل كان هون بدي أرجع أرجع التوازن إذا كان هون بدي أرجع أرجع التوازن في حال تغير الفائدة يعني صار هون عشر بالمئة أوكي يعني خلينا نقول لك فرضا وهون تبولي شوي فرضا كان كنا نحنا على هذه النقطة هون توازن عشرين بالمئة وكان الإنتاج 3,675 بيقوم البنك المركزي بيقول أنا بدي أخفض الفائدة الفائدة ما عدت عشرين بالمئة الفائدة هلأ صارت عشر بالمئة أوكي فإذا صار في عندي هلأ الدخل اللي عندي بيساوي 3,675 بس لأنه البنك المركزي نزل الفائدة صارت عشر بالمئة صارت على هذه النقطة اللي هون فإذا أنا ما عد في عندي توازن هلأ بدنا نروح على التوازن الجديد ايه تماما جيد؟ ايه شكرا خلينا نسألكم سؤال تاني بس هك لاندغدغلكم الافكار تعتكم شو بيصير؟ شو بيصير؟ إذا الحكومة قالت أنا بدي علي الجي الجي اللي هو بيسوي 200 قالت الحكومة أنا بدي أعمل وبيدي ساوي 300 صار الاجراج ايدي بدو يزيد الاجراج ايدي بدو يزيد صحيح وهون الرسمي شو بيتغير الرسمي بدو يروح اليمين الاس كله سوا بيروح على اليمين هذا الاس هون كله سوا بيروح على اليمين اس print لايكم خليكم معي شوي لا أرجع أرسمها أنا بعرف أنه الواي ايدي بالساوي 360 زائد 0.8 وي ناقص تاكس زائد زائد 200 يالي هي الجي زائد 310 ناقص 100 R plus 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 شايفين إذا هذا كله إذا هذا طلع أو إذا هذا طلع أو إذا هذا طلع كل هذا هذا التلقائي هذا كله سوا كله بدو يخلي الاس تروح على اليمين أنا أريد منكم أريد منكم جربوا شغلة ما رحلها لأنه خلص الوقت ما رحلها أريد منكم جربوا إذا الجي كان 200 وطلع إلى 300 رجعوا رسموا لي هذه الرسمة شوفوا لي بالضبط هذا الاس كيف رح يصير أوكي ستلاقوه فعلا إذا بتاخدوا الر بتساوي 0 والر بتساوي 200 والر بتساوي 20% ستلاقوه فعلا إنه الاس رحل اليمين أوكي هادي أول شغلة جربوا عملوها بالفكت نعم هاني بس ديت الجيلة لـ 300 التي كمان بتتغير ولا بتظل نفس الشي لا 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 ايه صحيح أنا عم مفرض أنه التاكس عم بظل ثابتي صحيح اوكي اوكي وفيكن كمان فيكن كمان يلي حابب يقوي حاله كمان لا يفهم أكثر جربوا بحالة جديدة هادي حالة واحد وهان حالة تانية جربوا التاكس يلي هي بتساوي 200 جربوا علوها لـ 300 وخبروني شو بيطلع معكم كيف بيطلع منحنة اي اس اوكي طيب بعد فيه شغلة صغيرة أنا مبدئيا نخلص في عندي نحنا هون بال هذا كله أنا شرحته هون اوكي هذا كله مشروح هذا كله هون شرحنا هذا كله شرحته وهذا هون هذا مثال تاني اوكي هذا مثال تاني اعطيني هون سي وين هون اوكي خلووا لي هذا لا بحلو أنوية كنا سوى لأنه شوي معهد أكتر بس جربوا انتوا من هلأ للصف اللي جاي طلعوا لي طلعوا لي هون الرسم حلو لي هذا شو بيصير عنا بالجي وهذا لما التاكسي يزيد شو بيأثر على ال اي اس ماشي الحال ويعطيكم ألف عافية جميعا وان شاء الله مشوفكم يوم الأربع في حدا عنده سؤال اذا حدا عنده سؤال فيه يبقى على السماء مبدئيا خلصنا تعطيك ألف عافية الله يعافيكم مع السلامة جميعا اشتركوا في القناة